ازايكو حبايبي عاملين ايه وتعالوا النهاردة نعرف مصير روايدة ووسام وكمال وهند في الحلقة الرقمية وخمسة من المسلسة الحيرة وتابع النهاية لان الحلقة كله قوية روايدة بتكون معادية من قدام بيت وسام القديم يعني بتاع 6 سوعان وبتلاقي هناك كمال بيبصل بعض ومش بيتكلمه وبيكون بيبصلها باحتقار ومش طيئة ابدا بعد اللي عملته ومصر ان هو يوعد ومش حيمشي وحيشتغل وحيبدأ من الصفر بتروح على البيت وبتفطر مع فريدة وفريدة بتسألها اذا كانت فعلا سابت كمال علشان في حاجة او حد هدتها لكن بتقول ان كل حاجة نصيب ومش بترضى ان هي تتكلم في حاجة اما بعد كده فحنلاقي ان عدنان ومديحة وجمال حيروحوا ويزوروا كمال هناك في بيته الجديد بتاع الخلاس وعد وحيلاقوا طبعا بيته على قد حاله وحيطلب عدنان ان هو يعني بما انه شغال في شركة اثاث فاكيد حيديله بعض الاثاث من عنده لكن كمال بيرخض يقول ان هو حيجيب كل حاجة من فلوسه واحدة واحدة حيجيب حاجة حاجة وانه هيبدأ من الصفر ومش هيحتاج اي مساعدات وزاعتها عدنان كان فخور بي جدا ان هو بدأ من الصفر وان هو ان شاء الله حيوصل وان هو فخور بي يعني وجمال قال له ان هو ممكن يساعده لكن كمال بيرفض اي مساعدات منهم وبيعودوا بيشربوا الشاي وبتطمن مديحة على ابنها وبتيجي هند وبتعود وبتقول ان هي هتخلي بالها من البيت وهتنظفه طبعا هم بيمشوا وبعد كده كمال كمان بيرو على الشغل وبيسيب هند هناك في البيت عامل نفسها بقى ست بيت وعايزة تنظف البيت وكده لكنها خايبة ومش عارفة تعمل حاجة يعني كمنها بنت ناس فمش قادرة انها تساوي حاجة ولا تروأ ولا تنظف لكنها حابت تغز روايدة فراحت البيت وخبطت عليهم وبتقول ان هي محتاجة سكر او حاجة زي كده وساعتها روايدة قارت لها انت عايزة ايه بالزبط وسهير خارجت له وقارت لها نعم سكر ايه انت عايزاه امشي من هنا يلا وطردتها على طول لكنها كانت جاعة لشان تغز روايدة سهير بتتكلم مع برقس وبتقول ايه اللي بتعمله هند دي كمان متواجدة في بيت كمال معنا كده ان هم حيتجوزوا وكمال ايه اللي مقعدوا هنا كمال وهند حيتجوزوا قريب وطبعا الكلام ده كانت سامعها روايدة وطبعا كانت مضايعة جدا من سامعانها كلام زي ده ومنلاقي بعد كده كمال كان موجود هناك فيه شغله عند التاكسي وبيكون هناك وسام وبعد كده بييجي قتايبة وبيقول لوسام ان هو يجي عشان معايزه ضروري وطبعا وسام دلوقتي بقى يكنس وينظف مكان كمال وكمال هو اللي اخد التاكسي عشان كده هو متداق منه كتير وبتخنقه دايما مع بعض ومنلاقي بعد كده انه وسام حيروح وشوف قتايبة عايز ايه وقتايبة بيطلب منه ان هو يرجع يشتغل وساعتها رفض وقال انا كنت شغال علشان خاطر حاجة وعشان خاطر الفلوس كنت محتاجها دلوقتي مش حينفع ان اشتغل معاكو وبيرفض ان هو يشتغل قتايبة ورجالته بيدربوا وسام وفي الاسناء دي كمال كان ماخد التاكسي ومعدي من هناك وشاف الخناء دي وشاف وسام بينضرب فراح على طول علشان يضرب معاه ودفع عنه ورجالته بيطايبة هربو وكمال قال له انت ايه اللي بتعملوا عن ناس دول رده قال عادي مفيش حاجة كانوا عايزين اشتغل وانا مش عايز عمتا يعني متشكر قطر خيرك وبيمشي ويسيبو وسام بيقرب من الويدة وبيقولها ان هو معاها ومش عايز بها قاركت او انا مش عايزك تكون معايا روح لصديقك اللي انت دلوقتي بقيته قعداء وروح اقف معاه اكيد هو محتاجك دلوقتي ومن لايه بعد كده ان هندي كانت موجودة في البيت ومبوزة الدنيا وكمال بييجي وبيلاقيها قلبة الدنيا بدلت تتكلم معاه ويتحذر يعني وروح ايه ده كانت راجعة من برة فقالت ان هي تعدي على كمال في البيت يعني كانت عايزة تقول له حاجة تقريبا فلما راحت هناك على البيت بتاع اصلا المسام لاقت معاه هند فطبعا اتصدمت واخدت بعضها ومشيت بسي وهي ماشية كان في شال او حاجة يعني لابساها او حاجة متعلقة بيها واعت منها على الارض ومشيت على طروح نكتشف بعد كده في الحلقة اللي بعد دي ان كمال هيشوف الحاجة دي وحيعرف ان روايدة كانت هنا وكانت فعلا اكيد كانت جاية تشوفه او حاجة لكن هند كانت معا ساعتها علشان كده مدخلتش وده كان ملخص سريع اللي لا هيحصل لابطالنا كمان وروايدة ووسام وهند في الحلقة رقم 105 من المسلسل الحيرة وكمان احب اضيف حاجة نسيت اقولها ان جمال حيرجع سهيل للبيت وحيخلي عدنان يعني يصفع عنه ويسمحه الفيديو بيخلص ويرب يكوننا لإعجابكم وفي تعرفنا على هيحصل ايه لابطالنا الاربع واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد وتابع باقي التسريبات ومقاطع المسلسل المميزة عندي انا القناة قصة مسلسل اشوفكم على خير باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة